اشتركوا في القناة سنين طويلة وهو ملك اقترب منه الخطر والموت والجوع فقد أحباء اتهم اتهمات من أقرب الناس إليه زوجته وأبنائه خنوا أقرب الناس إليه حتى أبنائه وهو الملك الملك داود كان لا يجد مخرج من هذا الضيق إلا في محضر الله فكان يرفع قلبه إلى الله عالما أنه الوحيد الذي يستطيع حمايته ونصرته فكان بيقول للرب كده وبيقول لنفسه عشان يشجع نفسه لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين ترجي الله انتظر الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي هو خلينا نصلي على حسب صلاة الملك داود في وسط الضيقات الرهيبة اللي كان بيمر بيها نفسية جسدية ضيئة من نفسه ساعات لما يخطئ في حق الله كان يأتي أمام الله ويسكب قلبه النهار دا صلي معايا وليله يا رب أنا بقتي أمامك اليوم بكل وجعي وحزني أنت ملجأي الوحيد اغفر لي يا رب لأني أنا أيضا ثمت عن الكلام في وقت الحاجة ثمت أن أكون شاهدة عن حقك وخلاصك ومحبتك يا رب قيادتني روح خوف وأنا استسلمت في اسم يسوع المسيح أنا أنتهر روح الخوف من حياتي ومن قلبي ومن كل ما حولي كل روح شر وخوف ليس لها سلطان على حياتي لأن الله أعطاني سلطان أن أنتهر أرواح الشر يا رب أشكرك لأنك تملأ قلبي بالسلام أنك تملأ قلبي بالثقة أنك تملأ قلبي بحبك أثق يا رب في محبتك وحمايتك ليه لأنك أنت قلت أنا هو الرب شافيكي أنا هو الماحي ذنوبك وخطياكي لا أعود أذكرها يا رب علمني أن أغفر اليوم كل يوم لكل من اتهدوني وأذوني يا رب أنا بغفر ليهم من أجل اسمك وبصلي أنهم يعرفوك أنت الإله الحقيقي ومحبتك العظيمة في اسم يسوع المسيح أصلي أمين أمين ترجمة نانسي قنقر